ماذا يعني أو ماذا تعني هذه العملية أو عملية القتل الممنحة الواسعة من طالع ماذا تعني أكتر محمد خلينا نقول أن هذه وحشية تليق بالصهينة هؤلاء أبناء العصبات الذين جاءوا إلى هذه الأرض واحتلوها ومن ثم قاموا بالمزابح والتهجير تحت رعاية الاحتلال البريطاني ومن ثم الدعم الأمريكي ما يحدث الآن هذه وحشية تليق بهم ولا بد أن نقف على نقطة مهمة جدا أن هذه لا يمكن أن نلصقها بالصهينة وفقط لا هذه الوحشية مستمدة من الدعم الغربي من أمريكا التي جاءت بخيلائها ومدمراتها وجاءت بحملات طائراتها إلى المنطقة ببريطانيا وبألمانيا الذين وقعوا منذ اللحظة الأولى دكتور محمد وقعوا بيانا يقول لإسرائيل لديك ضوء أخضر افعل ما تشاءين وصفهم بالشريك نعم حسب ما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي هنا وقال بأننا نقاتل نفايات بشرية هم قاموا بعمل بيان الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا وألمانيا وفرنسا ومعهم إيطاليا خمسة الكبار في الغرب قالوا لإسرائيل لديك ضوء أخضر أنتم قلتم أنه من نفايات بشرية تعاملوا معهم على هذا الأساس وحتى لما بتحصل مجزرة كبيرة وجريمة كبيرة يندلها الجبين في كل أنحاء العالم يجي الرئيس الأمريكي وقول لك لا تطرف في الآخر هو الذي قصف المستشفى من أين لقوات المقاومة في داخل غزة أن تمتلك قنابل متفجرة مثل هذه التي ضربت على مستشفى المعمداني لا يمكن أن تتحمل هذا ولا يمكن أن يخطولوا شعبهم الذي يفدوه بكل أرواحهم إذن نحن أمام حالة من الوحشية الصهيونية الوحشية الإسرائيلية تستمد قوتها وضوءها الأخضر والشيكات على بياض من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الرئيسة في أوروبا ومن ثم نحن ندفع السمن هذا الأمر الأول متعلق بالوحشية الأمر الثاني دكتور محمد متعلق بحجم الفعل ما فعلته المقاومة في السابع من أكتوبر لعام عشرين ثلاثة وعشرين سيظل صداه يتردد إلى قرن كامل إلى مئة عام كما أن الجند المصري في السادس من أكتوبر عام ثلاثة وسبعين عندما حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر عندما عبر خط برليف عندما أصبح وجه الوجه مع الإسرائيل الذي كان يقول أنا الجندي أنا الذي فعلت وعندما أصبح وجه الوجه رأينا ماذا فعل الجند المصري وأصبحت صداها يتردد حتى اليوم حتى اليوم في كل عام عندما يأتي السادس من أكتوبر نتعامل معه على أنه كان بالأمس وليس منذ خمسين السنة هذا اليوم السابع من أكتوبر لهذا العام سيظل يتردد صداه لقرن كامل إلى مئة سنة حطم أسطورة التفوق الإسرائيلي إسرائيل كانت تقدم نفسها في المنطقة على أنها حامحة من المنطقة على أنها أقوى دولة في الشرق الأوسط لكن النهاردة في يوم السابع من أكتوبر أثبتت إسرائيل أنها ضعيفة وأنها يمكن هزيمتها بكتور حمد حتى لو تدى الخط على استقامته كان يقدم لهذه المعركة على أنها ملحمة نهاية الزمان اليوم رأينا بأم عيوننا أن الأمر ممكن وأن إسرائيل قابلة للزوال وأن المقامة لو كانت لديها إمكانات أكبر كانت ستصل إلى مدى أبعد عندما تحطمت هذه الأسطورة عندما أصيبت إسرائيل في جيشها ونخبتها ومجتمعها بفقد الثقة بهذا الارتباه الكبير كان لها أن ترد ردا وحشيا يحاول أن يعمل أبصار يحاول أن يزنع حالة من الضجيج حالة من التشغيب على الهزيمة الهزيمة الاستراتيجية التي حصلت لا يمكن توصيف ما جرى في يوم السابع من أكتوبر غير أنه هزيمة كبيرة ضربت إسرائيل في جيشها وفي نخبتها وفي مجتمعتها لذلك ده الرد الوحشي الأمر الثالث والمهم جدا هو متعلق بمآل القضية إسرائيل ترى أن لديها فرصة تاريخية لإنهاء هذه القضية مرة واحدة وإلى الأبد بالتصفية تدمير مقدرات المقاومة بنيتها الحيوية المتعلقة بالأنفاق المتعلقة بورش التصنيع المتعلقة بالخطط الاستراتيجية المتعلقة بكل شيء في الداخل ومن ثم تهجير كل 2.3.000 إلى مصر وإنهاء هذه القضية للأبد ترجمة نانسي قنقر